موسيقى مرحبا بكم عزائي التلاميذ في حلقة جديدة من دورة تعلم اللغة الإنجليزية للصفة الرابعة للتدائي درسنا اليوم يونت 2 لسن 6 اليونت الثاني الدرس السادس أنوان الدرس جيوغرافي ماي كنتري جغرافية بلدي موجودة بصفحة 32 من كتاب الطالب صفحة 30 من كتاب النشاط قبل ما أبدو بالدرس لا تنسى الاشتراك بقناة اليوتيوب لسمه الأستاذ طاحسين مدرس اللغة الإنجليزية لمتابعة جميع حلقات دورة الرابعة للتدائي بصفحة 32 من كتاب الطالب مكتوب على الصفحة جيوغرافي ماي كنتري جيوغرافي هي الجيوغرافية التضاريس الخاصة ببلدي العراق نتعرف على مجموعة من الكلمات المتعلقة بالتضاريس الأنهار الجبال الوديان إلى آخره باللغة الإنجليزية بأسفلها مكتوب listen point and say استمع أشر وقل رح نستمع المقطع الصوتي اللي يتحدث به عن ذن الكلمات يطلب من عند ذن استمع له point أشر على الكلمات اللي ينطقها أنتبه شون ينطق هذه الكلمات بعدها say أردد بعده هذه الكلمات جدا مهمة رح نستمع المقطع الصوتي نأشر عليها ونردد بعده عنهم ونعرف شون نقرانها وبعدها نرش نمطلوب حفظه من هذا النشاط دعنا نستمع المقطع الصوتي أواشي ترجمة نستمع المقطع الصوتي سيتي ريفر فيليج أويل فيلد بعد ما استمعنا المقطع الصوتي الشرنوية وعرفنا شون ينطق هذه الكلمات ورددنا بعده بقعدنا نرشين المطلوب حفظه من هذا النشاط هذن الكلمات اللي هي mountains stream هذن كلمات خاصة بتضاريس أو geography جغرافية البلد هذن الكلمات يجب حفظها إملاء ومعاني أعرفنا بالدروس سابقة أنه إذا قلت هذه الكلمة يجب أن أحفظها ملا لأننا ممكن أن يجينا بالامتحان على شكل حروف ناقصة أو حروف مباثرة أو يجيب لي صورة هذا الجبل ويقول لي هذا شنو اسمه وصل لي باسمه إلى آخره ورح نتعرف إن شاء الله بالدرس القادم بالنشاطات القادمة الشون يجينا بالامتحان ننطين التمرين بكتاب النشاط بالدرس القادم على شكل حروف مباثرة لذلك لازم أحفظ ملاع ذن الكلمات على مد أقدر أجاوبه إذا جانا بالامتحان بسؤال الملا إذن أول شيء أحفظ ملاعهن أنقلهن ببداية الدفتر وأظل أعيد كتابتهم على عدد أصدر الدفتر لحد ما أحفظ ملاعها بعد يجب حفظها كمعاني شنو معنى mountains شنو معنى stream إلى آخره فرح نجي نوضح معاني ذلك المفردات mountains معناها جبال mountain جبل mountains جبال الأس هي أس الجمع إذن أكتب بالدفتر mountains جبال stream معناها المنبع منبع النهر stream منبع النهر desert صحراء village معناها قرية village هي القرية oil field field وحدها معناها حقل oil field معناها حقل النفط oil field هي حقل النفط بعد river معناها نهر lake معناها بحيرة lake معناها بحيرة field معناها حقل city معناها مدينة إذن عدنا سيتي مدينة وعكسها village وحدها منبع النفط يحفظ المدينة أحفظها كاملاء وكمعاني لا أعبر هذه الصفحة إلا أني متأكد 100% أني حافظها كاملاء وكمعاني ليش كاملاء وضحنا أنه من الممكن نتجينه بالامتحان على شكل حروف ناقصة أو حروف مباثرة أو ينطيني صورة أحد ذن التضاريس ويطلب من عند النكتب اسمها فيجب حفظ الملاء هذن كلمات أما كمعاني فما رح نجي نشوف إن شاء الله بالنشاطات القادمة أنه كل معلم أو كل كلمة من ذن كلمات التضاريس إلها صفة معينة مثل ما بالنشاط هذا شو مكتوب؟ مكتوب listen and read استمع وقرأ number the pictures ورقم الصور منطيني نص بيه ثلاثة رقم هذا رقم واحد وهذا رقم اثنين وهذا رقم ثلاثة يقول لك شوف كل جملة من ذن الجملة الثلاثة عنها صورة تحتي لما نشوفها وصلها بالصورة المناسبة مثلا هاي الصورة الأولى اكتب رقم واحد هنا وهكذا مع البقية إذن رح نقرأ النص نوضح مفرداته نعرف شين نطلب حفظه من هذا النص ونوصل هذن الجملة بالصورة المناسبة Iraq is a big country العراق بلد كبير It has high mountains وفيه جبال عالية هذا العبارة أجر جواخط لأن عبارة جدا مهمة هسا رح نعرف شين أهميتها high mountains جبال عالية أو جبال شاهقة بما أنه رقم واحد يا صورة من ذن الصور اللي تناسب high mountains جبال عالية أكيد هذا الصورة صورة الجبل لذلك يخلي رقم الجملة أمام هذه الصورة high mountains نلاحظ أن mountains هي من كلمات التضاريس المتعلقة بجغرافيا شنو صفة الجبال صفتها high عالية إذن لازم أحفظ كل كلمة من كلمات التضاريس وشنو الصفة المناسبة لها ليش؟ لأن رح يجيني تمرينيا متعلقات بالكلمات هذه كلمات التضاريس والصفات الخاصة بيها مثل ما رح نجي إن شاء الله نوضح بالنشاط القادم هسا رح نجي إن نأشرهن ونكتبهن هنانا نحاول ننقلب الدفتر ونحفظهن وبعدها نحل التمارين المتعلقة بيهن ونعرف شون تيجينا بالامتحان إذن أول شي high mountains جبال عالية and dry desert وصحراء جافة كذلك desert الصحراء من كلمات الجغرافية المتعلقة بالتضاريس شنو صفتها؟ صفتها dry جافة إذن هذه هما نحاول أكتبها there are lots of rivers هنالك الكثير من الانهار the two famous rivers النهران المشهوران are tigris and the euphrates هما نهري دجلة tigris دجلة and the euphrates والفرات هنالنه نهري العراق دجلة والفرات Iraq has big cities العراق فيه مدن كبيرة كذلك city مدينة من كلمات التضاريس المتعلقة بالجغرافية شنو صفة المدن؟ صفة المدن انها big كبيرة إذن ما يصير أقول big mountains جبال كبيرة أقول high mountains الصفة المتعلقة بالجبال هي high high عالية high mountains جبال عالية ما يصير مثلا أقول high desert صحراء عالية أقول dry desert صحراء جافة إذن كل معلم أو كل كلمة من كلمات الجغرافية والتضاريس اللي أخذناها قبل دقيقة إلى صفة وحدة مناسبة إلى فلازم أحفظ كل كلمة من ذنب الكلمات اللي أخذناها قبل دقائق متعلقة بالجغرافية والتضاريس وشنو الصفة المناسبة لها big cities مدن كبيرة and small villages وقرى صغيرة village قرية كذلك من الكلمات اللي أخذناها المتعلقة بالجغرافية small villages قرى شنو صفة القرى صفتها small صغيرة big cities مدن كبيرة small villages قرى صغيرة it has green fields وفيه وين يقصد بالعراق بالعراق green fields حقول خضراء fields حقول أخذناها من كلمات الجغرافية المتعلقة بالتضاريس شنو صفتها شنو صفت هذا الحقول green خضراء for farming من أجل الزراعة there is lots of oil in Iraq هناك الكثير من النفط في العراق هاي مطينيها رقم اثنين إذن واحدة من ذن الصور تناسبها يا صورة تناسب هاي الجملة lots of oil in Iraq هناك الكثير من النفط في العراق أكيد هاي الصورة اللي هي صورة حقول النفط فأخلي رقم اثنين اللي هو رقم الجملة أمام هاي الصورة Iraq is famous for its state's palms العراق مشهور بنخيل التمور كذلك منطينيها رقم ثلاثة هاي صورة نخيل التمور فأخلي رقم ثلاثة اللي هو رقم الجملة أمام هاي الصورة بعد ما وضحنا هذا النص ووصلناه بالصور بقى عندي أعرف شين المطلوب حفظه من هذا النص مثل ما وضحنا أنه كل كلمة من كلمات والجغرافية اللي أخذناها بالنشاط السابق تناسبها صفة معينة هذن الصفات والأسماء المناسبة لها high mountains جبال عالية ما يصير مثلا نقول dry mountains جبال جافة إذن mountains جبال يناسبها high عالية high mountains جبال عالية dry desert صحراء جافة big cities مدن كبيرة small villages قرى صغيرة green fields حقول خضراء وإذا تريدون نضيفون long rivers أنهر طويلة لأنهم رح تفيدنا بالنشاطات القادمة زي نستغل إذا حفظتهم هب بيش يفيدني يفيدني بالامتحان التحريري من الممكن أن يجيب لي هذا النشاط يقول لك read and match اقرأ ووصل منطين الصفات ومنطين كلمات الجغرافية المتعلقة بالتضاريس يقول لك وصل للصفة بكلمة التضاريس الخاصة بالجغرافية المناسبة لها شون يعني يعني مثلا long long طويل يتناسب يا كلمة من كلمات الجغرافية mountain جبل جبل طويل لا غير مناسبة احنا عرفنا ان الماونتن الجبل يناسبها high وليس long بعد village قرية قرية طويلة كذلك غير مناسبة احنا نعرف ان القرية hill village يناسبها small حفظناها بالنشاط السابق field حقل كذلك غير مناسب عرفنا ان صفة الحقول هي green خضراء river نهر long river نهر طويل نعم هذا اكثر خيار مناسب فاخلي رقم الصفة اللي هو رقم واحد امام كلمة river number two ثانيا big big كبير كلمة من كلمات الجغرافية اللي تناسب هذه الصفة mountain جبل غير مناسب village قرية كذلك غير مناسبة field حقل غير مناسب الـ river اخذناها city مدينة big city مدينة كبيرة نعم هذا اكثر خيار مناسب واذا تريدون تتأكدون تقدرون ترجعون للكلمات اللي لخصناها بالنشاط السابق على ما تقدرون تحلون هذا النشاط اذن big city مدينة كبيرة number three ثالثا high high معناها عالي high mountain جبل عالي او high mountains جبال عالية نعم هذا اكثر خيار مناسب فاخلي رقم الصفة اللي هو رقم ثلاثة امام كلمة mountain number four رابعا green green معناها اخضر شن اللي يناسبها يناسبها village قرية خضراء غير مناسبة field حقل نعم احنا نعرف ان الفيلد ناسبها green green field معناها حقل اخضر dry جاف يا كلمة من كلمات الجغرافية مناسبة لهذه الصفة village قرية جافة غير مناسبة desert صحراء نعم الصحاري الجافة او صحراء جافة فاكتب رقم الصفة اللي هو رقم خمسة امام كلمة desert small صغير شن اللي يناسبها small village قرية صغيرة نعم عرفنا ان صفة القرية انها small صغيرة والcity المدينة big كبيرة هذا ما يخص الصفات والكلمات الجغرافية المناسبة لها مثل ما وضحنا يجب حفظ كل كلمة من كلمات الجغرافية والصفة المناسبة لها احاول ارددها اكثر من مرة اكتبها بالدفتر على الموضع احفظ كل كلمة والصفة المناسبة لها هذا نوع من العسلة راح نجي نشوف ان شاء الله بالنشاط الثالث الكتاب النشاط كذلك اكون نوع ثاني هم متعلق بالصفات والكلمات الجغرافية المناسبة لها فهذا نحاول نحفظ ذني وبعدها نحاول نحن النشاط المتعلق بيهن اذا ها التمرين من ممكن يجينا بالامتحان التحريري ننتقل الى كتاب النشاط read and match اقرأ ووصل فهنا منطيني الصورة اللي اخذناها ببداية الدرس ومنطيني اجزاء الجغرافية اللي كذلك اللي اخذناها ببداية الدرس فيطلب من اندي ان اوصل كل اسم بالمكان المخصص الى يعني مثلا mountains احنا حفظنا الكلمات ومعانيها اذا حفظنا معانيها فاسا اقدر اوصل هذين الكلمات بالصورة بمنتهى السهولة لذلك ذكرنا ببداية الدرس انه ضروري جدا انه نحفظ معاني ذنين الكلمات mountains معناها جبال يا جزء من اجزاء الصورة مناسب لهاي الكلمة احنا عرفنا ان الجبال تكون عالية في بداية الصورة فاخلي رقم الكلمة اللي هو رقم واحد في هذا المكان هذه هي الجبال number two ثانيا village شنو معنى village معناها قرية يا جزء من اجزاء الصورة اللي يدل على القرية اكيد هذا الجزء فاكتب رقم اثنيا امام هذا الجزء number three ثالثا desert desert معناها صحراء يا جزء من اجزاء الصورة مناسب اكيد هذا الجزء اللي بيه مجموعة من الجمال اللي تعيش في الصحراء فاخلي رقم ثلاثة في هذا المكان like معناها بحيرة يا جزء من اجزاء الصورة مناسب لهذه الكلمة هذه هي البحيرة فاخلي رقم اربعة اللي هو رقم الكلمة امام هذا الجزء number five خامسا stream stream معناها منبع النهر وين منبع النهر بالصورة هذا هو منبع النهر فاخلي رقم خمسة في هذا المكان field معناها حقل ليس حقل النفط فقط field فقط الحقل يا جزء من اجزاء الصورة المتعلق بالحقل هذا الجزء هو الحقل و oil field هو حقل النفط اللي هو بهذا الجزء من الصورة city هي المدينة المدينة اللي بيها العمارات والسيارات اللي تكثر فيها مباني الى اخره اذا هذا الجزء المتعلق بالسيتي المدينة و river اللي هو النهر هذا الجزء المتعلق بالنهر هذا ما يخص هذه الصورة مثل ما وضحنا بداية الدرس ان يجب ان احفظ معاني ذلك كلمات على مدى اقدر اجاوب هاي جنوع من الاسئلة متعلق بمعاني الكلمات اذا ما احفظ معاني الكلمات ما اقدر اجاوب هذا السؤال ننتقل للنشاط الاخر write the missing words اكتب الكلمات الناقصة من طيني east شرق نورث شمال ساوث جنوب وست غرب هذان كلمات جدا مهم ان احفظ معناها لان راح تفيدني بدروس قادمة فهنان يقول لك write the missing words منطيني الاتجاهات ومنطيني الحرف الاول من كل كلمة يطلب من ان لنخل الكلمة بالمكان المناسب فهذا السهم اللي متجه للأعلى نسميه شمال يا كلمة تناسبة حرف الان هو كلمة نورث نورث معناها شمال وهذا السهم اللي متجه نحو اليسار ومنطيني الحرف الاول منها W هو الغرب فاقول west north west شمال غرب اما السهم اللي متجه نحو اليمين منطيني الحرف الاول منها E اللي هو east اللي هو الشرق east معناها الشرق اما الجنوب فهو كلمة south هذان كلمات جدا مهمة ان احفظ معناها لان راح تفيدني بدروس قادمة ننتقل الى النشاط الاخر write the missing words اكتب الكلمات الناقصة ذكرنا ان كل كلمة من كلمات التضاريس المتعلقة بالجغرافيا field mountain desert river city اللي اخذناها ببداية الدرس انها صفة معينة وقلنا جدا مهم ان احفظ ظن الكلمات والصفات المناسبة لها اخذنا قبل قليل النشاط اللي يقول لي وصل وصل الصفات بالاسماء المتعلقة بالتضاريس وقلنا اكو نوع ثاني من الاسئلة اللي هو هذا النوع هذا التمرين جدا مهم بالامتحان التحريري بالاضافة الى تمرين وصل كذلك اذا ما حافظ الجدول اللي كتبناه بلغتكم ان تكتبوه ونحفظ كل كلمة والصفة المناسبة لها فما اقدر احل هذا النوع من الاسئلة فمنطيني big معناها كبير high عالي green أخضر long طويل dry جاف وصل ذن الصفات بكلمات التضاريس المناسبة لها فمثلا نمبر وان اولا هناك حقل فراغ شن صفة الحقل؟ عرفنا ان صفة الحقل green فاقول هناك حقل أخضر there is a green field with some cause مع بعض الأبقار اذا صفة الفيلد اللي هو الحقل green أخضر نمبر 2 ثانيا there is a فراغ mountain هناك جبل فراغ شن صفة الجبل؟ عرفنا ان صفة الجبل؟ big كبير؟ لا high عالي؟ نعم جبل عالي فاقول there is a high mountain هناك جبل عالي with the snow at the top مع بعض الجليد في القمة اذا صفة الجبل high كبير ما تناسبة اي صفة ثانية نمبر 3 ثالثا there is a hot فراغ desert هناك صحراء فراغ حارة شن الكلمة المناسبة للفراغ؟ شن صفة الصحراء؟ عرفنا ان صفة الصحراء dry جافة هناك صحراء جافة حارة نمبر 3 ثالثا there is a فراغ river هناك نهر فراغ شن الصفة المناسبة للنهر؟ عرفنا قبل دقائق ان الصفة المناسبة للنهر هي long long معناها طويل there is a long river هناك نهر طويل with lots of fish مع الكثير من الاسماك فيه الكثير من الاسماك نمبر 5 خامسا there is a فراغ city with lots of cars and people هناك مدينة فراغ فيها الكثير من السيارات والناس شن الكلمة المناسبة للفراغ؟ شن صفة الصحراء المدينة؟ ذكرنا ان صفة الصحراء المدينة هي big big معناها كبير مدينة كبيرة فيها الكثير من السيارات والناس هذا التمرين تمرين جدا مهم بالامتحان التحريري من الممكن نجيب لي جملتين أو ثلاثة وبعلى السؤال من طين الصفات المناسبة لهذه الجمل يطلب من عندنا وصل الصفة المناسبة لكل جزء من أجزاء التضاريس المتعلقة بالجغرافيا ننتقل للنشاط الأخير choose a picture and color it اختر صورة من طين الصورتين يقولك اختر من ذن الصورتين صورة and color it وحاول أن تلونها نعلم مجرد التلميذ يكسر الروتين بداخل الصف يطلع الأصباء يختار صورة من الصورتين ويحاول اللونها مثلا الجبل شن لونه؟ لونه تقريبا غامق جوزي غامق وهذا الجليد اللي بالأعلى فيها القمة لونه أبيض field الحقل لونه green أخضر river النهر لونه أزرق وهكذا أو يختار الصورة الثانية العمارات يلونهن بلون السيارات يلونهن بلون إلى آخره إذن هذا مجرد نشاط من خلال التلميذ يلون أحد الصور هذه غير مهم بالامتحان التحريري أو الامتحان الشفوي هذا كان درسنا لهذا اليوم أخذنا بمجموعة من الكلمات المتعلقة بالجغرافيا بالتضاريس تحديداً وقلنا لأن الكلمات جداً مهمة أن نحفظ ملاهن ومعانيهن بالنسبة للسؤال الملاهن إن شاء الله نأخذه بالدرس القادم في أحد أنشطة كتاب النشاط ونعرف شون يجينا بالامتحان على شكل حروف مباثرة أما كمعاني عرفنا شون نحفظهن كمعاني وشون تجينا بالامتحان من خلال كل كلمة من كلمات المتعلقة بالجغرافيا والتضاريس لناسبها صفة معينة وأخذنا نوعاً من الانواع الأسئلة المتعلقة بمعاني ذلك كلمات اللي ممكن تجيني بالامتحان التحريري ختاماً شكراً لمتابعتكم للفيديو أي سؤالة أو استفسارة أو أظافة تحبون تقدموها تقدرون تتواصلوا معي على الحسابات الموجودة أمامكم على الشاشة